ايه صباح الفل او مساء الفل? نشوف آآ بعض صور وندخل على الفيديو. شايفين جميل? ما شاء الله. عاملين ايه الاول? وحشني جدا جدا. بال كتير. ما اكلم تكوش. هندخل على الفيديو نقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. آآ طبعا موضوع العصاق ده عمل بنعمله كل ما نقول ايه? لأ مش هنعمله آآ لأ نعمله تاني علشان برضو لو حد آآ يعني ما بيعرفش يعمل آآ بس اكيد يعني. فلازم يتعامل يعني. دي هي دي المشكلة يعني. فطبعا عندي اللحم انا بحب ننزل اللحم الاول زي ما شفنا كده. وبعدين آآ انزل آآ بالبصل بتاعي. طبعا اي حد ويشوف البصل قده كتير لا يا جماعة. دول بصلتين مش اكتر بس هو بيبقى كده في الاول بعد كده طبعا مع آآ النار وكده بيتبل ويدوب يعني. تمام? وحنقول ايه آآ ما صلينا عن نبي نصلي تاني. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تمام? هنا اللحمة معي بتخلص. آآ طبعا آآ انا وصفات ماجي حسن. انا دايما ببقى آآ ما بكلمش كتير عن نفسي. الحمد لله يعني. بس آآ يعني عايزاكم برضو ايه تعرفوني اكتر وتعرفون ان انا آآ حدة اللايك بقى دي والسبسكرايب والحاجين دي كلها بتدايق لما بقولها كتير. آآ فمش عتعود اقولها كتير يعني. تمام? المهم ان انتو آآ تبقوا معي دايما يعني. واللي بيبقى معي في اي وقت في اي آآ في اي وقت في الفيديو. يحاول يعني ان شاء الله. آآ يعني كومنت حلو على اقل. تمام? زي ما احنا شفنا كده احنا بنعمل رؤاء. رؤاء بطريقة سهلة بطريقة سهلة بتسهل على نفسك. انا عن نفسي بسهل على نفسي حاجات زي ما نشايفين كده. الرؤاء يعني خس النص. كان واحد بيجيب الاول بتاعة الرؤاء مسلا بتبقى كبيرة كده يعني تحس انه هي بسم الله ما شاء الله نزع لها تخفيض عشان ما عنديش رؤاء حتى ولا عندي رؤاء اتر ولا عندي اي حاجة. فدي كانت موجودة. فقلت اعملها وعايزة سهل على نفسي وسهل الامور ما يبقاش بقى غلق اسعار ودنيا دنيا تاني خالص ونعقد الامور لا انا عايزة سهلها. انا بعمل الرؤاء للناس دي بعملوا مكسر. بعملوا مكسر زي ما احنا شايفين كده اشمعنا الجلاش جبناه وعملين نقطع فيه ونقطع فيه ونعملوا ونعملوا مكرمش مرة ونعملوا قطع مرة كمان الرؤاء مش من نفسه وطلع طحفة. طبعا معي هنا سامنة دي سامنة بقري. صفراء. دي كان الزبدة وانا مسيحها. طعمها حلوة جدا جدا. اللي هو ما بيعرفهاش. اه فيه طبعا سامنة اه جموس اللي هي البيضة. لقى دي فلاح بس بقري. ازا ما احنا شايفين لونها طحفة. طبعا بحط هنا اه كمية اه انا دهانت قلبي دهانته الاول سامنة زي ما احنا شوفنا. وبعدين بحط نص انا ما اخدتش اللفة كلها. يعني نص كيلو ده شلت منه. فاخدت نص اللي انا اه قطعته كده وححطه. انا كان ما عندي بس كوباية شربة اللي كانت موجودة عندي. اخدتها وحطيت عليها معلقة اه سامنة. انا مش عايزة قطر سامنة اوي برضو. وحطيت عليها كمية من اللبن. انا قلت ايه اللبن احط شوية. وبشوف اه هياخد من يد ايه. لو لقيت اللي معايا اه عايز تاني كنت هحط اللبن بقى عادي يعني. مش لازم شربة كتير. تمام? فطبعا انا هنا بنحط اه للرؤاء اللي هو مزيج الشربة مع اللبن. اه جربت طريقة دي وهتعجبكم مش هتسيبها ومش هتبلي بعد كده للرؤاء وبنعمل بقى ساقسة وكلام ما احنا عارفينه ده. آآ طبعا انا هنا طبعا بعمله بالمعلقة بحيث ان احنا آآ يعني ايه نعمله سوى واحد ما بقاش مكرمش يعني ملغبط على بعض. لازم تعملي كده. تمام? هنزل باللحمة اللي هي المعصجة. وطبعا نسويها زي ما احنا متعودين. انا بقى لي كتير على فكرة ما عملتش معاك الرؤاء كتير جدا جدا يعني ولما عملت عملت مكسر آآ زي ما انتو شايفين كده. آآ عندك مكسر عندك بقى ما تنعيش الهم بتقول لي لا الرؤاء مكسر مش هعمله لا اعمليه. اعمليه وسهل الامور. الامور بتسهل وبعد ما بتخلص وبتاكل بتقول لي فعلا ايه العذاب اللي احنا نعملوه لنفسينا ده. لأني سهل على نفسينا. زي ما قلت مع الدنيا اللي احنا فيها دي الدنيا خلاص ما بقيتش ايه مستحملة بقى ان احنا دايا لنفسينا حر مع غلق اسعار مع ده مع ده لأ سهل على نفسك. خلاص انا سويت هنا. هيخد بقى انا هنا لبقية الرؤاء المكسر ده. وحط له برضو كبشتين كده وسيبه شوية. يعني مش شوية يعني يا دوب ما فيش آآ آآ أقل من دقيقة سواني يعني. آآ أقلبه تقريبه بس كده عشان اعرفوا هيحتاج مني تاني ولا لا. هو الكمية اللي كانت معي دي ما حطيهاش كلها في الرؤية يعني. اقل. تمام? كان عندي هنا بقى بقى بواقي بقى ايه? جبن على بعديها بقى شيدر على مدرل على تركي. وكانوا اخر حبه وقلت هحطوهم كلهم بقى كتير شوية زي ما يطلعوا. ليه بقى? على اساس طبعا انا عندي الرؤية مكسر واللحمة حطيتها فعايزة حاجة آآ تمسك وهو مسك من غير اي حاجة يعني من غير الجبن والحاجات دي. بس انا قلت عايزة طعم. قال ان كان عندي اكل بيت وعايزة برضو ايه? احيق الاكل شوية. فقلت تبقى حاجة كده وممكن كنا انا عن نفس كالت الرؤية الواحدة ما كالتش جنبه حاجة بصراحة يعني. من طعم ومن جماله بصراحة. اه تمام? زي ما احنا شايفين بقى بحط باقي الرؤية النهوت معي وها سويه برضو اهم حاجة ان انتي تسويه كويس. دي اهم حاجة. وبالمعلقة بتضغطش عليه براحة كده او بالمعلقة. وحكت بقى سامنا في الاخر برضو انا مش مقترة سامنا على فكرة يعني يعتبر كلهم حوالي اه يعني يقول معلقتين ونص لاني مش بعمل معلقة هرمية. فكويس قوي قوي ان المفروض ان احنا كنا بنحط على الرؤاء ايه سامنا كتير وانا بقى لي كتير جدا مقالي له في السامنا فيعتبر كده كويس يعني الحمد لله. تمام? اه انا ما حطش زيت خواليس الحقيقة في في الرؤاء. عايزة تحطي زيت حطي براحتك يعني. بقى طعن هوت اه قطعة كبيرة طبعا زي ما انا شايفين كده. آآ الله ما صلى على النبي وانا كنت مولى على الفرن. الله ما صلى وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله. آآ مولى على الفرن طبعا سخن معي وبدخلوا بس انا مجنة غلطة غلطة ان انا كان من تحت آآ النور كانت عالية شوية على البايركس. فخد جبالك بس ايه آآ ساعات الواحد بقى كده خلاص يعني اهو بس الجمال طالع عامل ازاي. وراحته بقى مع الجبل مع اللحمة آآ مع اللبن حلوة قوي قوي. يعتبر مزيد مع بعضه من كزا حاجة يعني. فكان بصراحة الريح كانت طالع جميلة جدا. ومش هتندمي ما اتجربت طريقة دهيت وزي ما قلت سهلي على نفسك الامور. وطبعا في لحظة بقى بعد مقطعت الكهرباء روحت. طبعا انا كان سخنة جدا جدا آآ والبايركس طبعا احنا عارفين من ايه بيبقى صعب ان انت آآ تمسكي وانا ما عنديش اللي هو الدراعات السيليكون دي. فكان السخنية كانت رهيبة بصراحة. اهو هنا مش قادرة اعم حتى ايه اه ارفع عشان اوريكم القطع عاملة ازاي. هنا كان من تحت بس اخد مني ايه يعني لسعة بسيطة. فتاخد بالك في البايركس بالذات يعني ومعاني دهناء بس برضو آآ يعني تمام بص انا برضو كان سخن مولع فهما برت بقى كان حلوة قوي قوي القطعة تتقطع معاك كان جميل جدا. انا طبعا آآ بشكر آآ كل آآ متابعيني على كلام كل جميل ليا وآآ وزي ما قلت قبل كده اللي يدخل لي يقول لك كلمة حلوة واللي يشاهد ويخرج برضو اهلا بي آآ معي ومع وصفات مياجي اشوفكم على خير ومعليش يسمحوني ان انا قليلة في الفيديوهات بتاعتي. شايفين الجمال? المهم ان يعني وصعد ما بتاكل بقى بس مع كلمة حلوة قوي قوي من آآ البيت معي يا نهوت فدي بتفرحني الحقيقة يعني الحمد لله طبعا ممكن جميل جدا. انا عن نفسي كالت وما كالتش جنبه اي حاجة. آآ مش عارفنا حتى كالت جنبه وكان عندي بامي واندي ايه واشوفكم على خير حبايبي مع وصفات مياجي حسن. مع السلام.